بلغ مجموع القضايا التي ضمها التقرير السنوي الأول التابع للجنة المنازعات الإيجارية 1511 دعوة 84 منها أحيلت للجنة من المحاكم المدنية لانعقاد الاختصاص لها وتم حسم ما يزيد على 1107 دعاوة أي بنسبة 73% من إجمالية عدد القضايا المنظورة خلال عام من تاريخ تسجيل أول دعوة أمام لجنة المنازعات الإيجارية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسته رئيسة لجنة المنازعات الإيجارية القاضي ميمطر بحضور عدد من الإعلاميين والتي أوضحت أن نسبة استئناف أحكام اللجنة تمثل 16% فقط من مجموع أحكامها إذ بلغ عدد الاستئنافات 188 دعوة استئنافية مضيفة في الوقت ذاته أن عدد ملفات إداع الأجر من قبل المستأجر لحساب المؤجر مات ما رغب الأول براءة ذمته من دين الأجر الذي يمتنع المؤجر عن استلامه 833 ملف إداع تم إنهاء وتسوية ما يزيد على 383 ملفا في السياق ذاته أكدت مطار أن إحصائيات أثبتت أن أعداد الدعوة الإيجارية تصاعد منذ إنشاء لجنة المنازعات حيث كان متوسط عدد الدعوة قبل إنشاء اللجنة حوالي 120 لتصل إلى 150 شهريا بعد إنشاء اللجنة الإحصائيات السابقة التي كانت موجودة قبل إنشاء اللجنة تشير إلى أن متوسط عدد الدعوة التي يرفع كان في المحاكم 120 دعوة إيجارية الإحصائيات التي موجودة في اللجنة أثبتت بأن خلال الربع الأخير من هذه السنة استقرت عدد الدعوة إلى 150 دعوة في الشهر معنات أن هناك ارتفاع في عدد المنازعات الإيجارية نحن نرى أن هذا الاتفاع دليل على ارتفاع ثقة المتقاضين وهذا مما لا شك في أن ينعكس إيجابا على سوق العقارات اللجنة هي تنظر كافة الطلبات تنظر تسجيل الدعوة كتسجيل دعوة أول ما توصل لها الدعوة تنظرها بكافة طلباتها بالإضافة إلى ذلك في منضمن الأمور التي جعلناها تسهيلا أو القانون جعلها تسهيلا للمتقاضين هو ملفات الإيداع التي كانت مسبقا تفتح أمام المسجل العام حاليا أمام اللجنة باختصاصها على أساس أي مبالغ إيجارية يستوجب إيداحة فتم إيداحة أمام اللجنة